جدل في الداخل التركي بعد صدور أحكام قضائية باستجن لعدة سنوات بحق أبرز وجوه المعارضة التركية في مدينة اسطنبول وهي الأحكام التي ترفضها المعارضة وتقول إنها سياسية وتعيد للذاكرة لانتخابات الأخيرة في اسطنبول هذه أحكام سياسية ونحن لا ولن نعترف بها إطلاقا فليقول ما يريدون مواقفنا وشرفنا ومبادئنا وأهدافنا وأعمالنا كلها أمور واضحة للجميع إن حبسونا أو حكمونا فلن نتراجع حتى الآن لم يستطيعوا أن يستوعبوا أنهم خسروا مدينة اسطنبول بالانتخابات ويريدون معاقبة رموزنا هذه الأحكام طالت جانان كفتانجي أولو رئيسة فرع أكبر أحزاب المعارضة التركية باسطنبول والتي حكم عليها باستجني لنحو خمس سنوات بتهم تتمحور حول إهانة رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين ويشمل الحكم منعها من ممارسة العمل السياسي والترشح بأية انتخابات مقبلة رئيس بلدية اسطنبول الكبرى صدر بحقه هو الآخر حكما بمنعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح مستقبلا إضافة للسجن لأكثر من أربع سنوات فيما أجلت جلسة تثبيت هذه الأحكام حتى أواخر سبتمبر المقبل أما الجهات الرسمية والحزب الحاكم الذان يدعمان هذه الأحكام القضائية يرون في ذات الوقت بأن الكلمة الأخيرة في هذا الجدل هي للقضاء وهم يلمحون في ذات الوقت بعلاقة المعارضة الرئيسية بمنظمات إرهابية الفساد والرشوة في البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري بلغت مستويات قياسية وعندما يتحدث بعض رؤساء البلديات التابعة لهم تشعروا كأن من يتحدثهم قيادات حزب العمال الكردستاني ومع هذا هم فاشلون في تقديم الخدمات ويسرقون مقدرات الشعب ويجب أن يحاسبوا على ذلك ويترقب الشارع الآن مآلات هذا الجدل والكلمة الأخيرة التي سيقولها القضاء في هذه القضايا المرفوعة وموقف كل طرف من أطراف المعادلة السياسية في البلاد منها على مصبحات الغد إسطنبول ترجمة نانسي قنقر